اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي كنت ألاحظ كثير أكيد أغلبكم أو كلكم لاحظتم أو شاهدتم في كثير من القنوات أو في وسائل التواصل الاجتماعي هناك تظاهرات تظاهرات في بغداد مجموعات طبية وذوي المهنة الصحية في وسط بغداد يظاهرون يطالبون بالوظائف وتظاهرات في ذيقار والطالب أيضا بالوظائف بالتعيينات والخدمات وتظاهرات في أكثر من ما كان بالكوتب والعمارة وغير ما كان أريد أن أقول أن التظاهرات عادت وستعود وإذا كان زخيمها الآن يعتقدونه مسيطر عليه وقادرين عليه ففي الأوقات القريبة القادمة لن يستطيعوا السيطرة عليه أواقع الحال هذا لماذا وسأقول لكم لماذا هم اعتقدوا خلال الواحد وعشرين سنة بعد هذا عقلهم الكسيح ورؤيتهم القاصرة نصائح أسيادهم في طهران قالوا لهم أن نطوهم وظائف سووا وظائف وبالتالي ينطوا وظائف ما أدري عينه خمس ست ملايين ست سبع ملايين واحد وبالتالي بالموازنة الأخيرة طلع المبلغ اللي يصرفوه فقط للرواتب سنويا 82 مليار دولار الموارد السنوية كلها 130 مليار 82 مليار دولار من عندها تذهب إلى الرواتب رواتب موظفين متقاعدين ما أرشون الخدمات اجتماعية والمبلغ يعني مرجح أو أن يزيد 82 مليار دولار هذا اضطر الناس تتظاهر تطالب بوظائف اضطر حمد الشاع السوداني رئيس الوزراء الحاليا يقول أنه ماكوا تعينات بعد طيب هم عندهم تراهل النصائح قال لهم عين الناس لأنه ذول الناس راح تربطوهم برواتب ما يظهرون ضدكم راح يكون ولاءهم لكم والأحزاب هذه أيضا تكبر مساحة مؤيديها تكبر المدافعين عنها من تعينهم أنت لا تذهب إلى التعين لأنه بالتعين بالعراق لا تذهب إلا بحزن يعني ما تروح أنت بكفاتك وتقدم ويقبلوك لا يجب أن يضمنك حزب لأن الوزارات موزعة محاصصات حزبية فكل وزارة وكل مؤسسة تبع حزب معين قوة معينة فهي تعين جماعتها وتريد ولاءهم ذول إلها ومع ذلك في الفترة الأخيرة هؤلاء الذين عينوهم وليطوهم رواتب واعتقدوا أنه أمنوا جانبهم وفعلا هم استفادوا من عدون في ثورة تشرين ثورة تشرين ربما تحدثنا عن هذا الموضوع عندما قام الثورة تشرين في أيامها الأولى في أسابيعها الأولى كانت ساحات التظاهر والاعتصام في بغداد وكل المحافظات يعني مزار لكل العراقيين موظفين كل الموظفين كانوا عائل وكلهم يجون مؤيدين لهذه الساحات مؤيدين لثورة الشباب فجأة اختفوا وإذا بأوامر وكتب رسمية صدرت للموظفين من يذهب إلى التظاهر نقطع راتبه ونطرد من الوظيفة فهو اعتقد أنه وازن بأن يبقى على راتبه ويروح للساحات فقال له كاني تشف الشارع خليني قابل بالوظيفة وراتبه وحسن لي وحسن ما روح فقال له أنه رائع وبالتالي انسحبوا من الساحات وخلوا بس الشباب الصغار اللي طرف الثالث والميليشيات ونسموه الطرف الثالث والميليشيات تولتهم بالقتل والذبح وقتلت أكثر من ألف واحد من عدهم وجرحت 30 ألف واحد من عدهم واعتقلوا الكثيرين من عدهم واتهموهم بشعة واستطاعوا تخريب هذه الثورة من داخلها دخلوا إلى داخلها وكثير من القصص هذا من موضوعنا عموما بعد 21 عام هذا كان الحل للسحر لكن هذا الحل هذا انقلب السحر على الساحر الآن أنتم متقدرون تعينون للبنق الدولي والمؤسسات الاقتصادية الدولية تقبل ونصايحها ما تضطيكم قروض إذا ما توقفون هذا الموضوع تضخم فيها أحل أحالاته الأسعار مرتفعة ترتفع يومية أسعار السكن أسعار النقل أسعار الملابس أسعار الأكل الأسعار كل شيء فالرواتب غير كافية بدأوا الموظفين يتظاهرون لزيادة رواتب مطالبة بزيادة رواتب حتى الذين أعينوهم الآن يتظاهرون بدأوا يتظاهرون سيتظاهرون أكثر وستكون موجاتهم كبيرة جدا جدا مطالبة بزيادة الرواتب الدولة الآن مع كل هذا الأسعار النفط العالية هذه الحكومة مو الدولة عفوا هذه السلطة مع كل كل أسعار النفط العالية هي جتها 130 والعجز موازنة 48 مليار طيب إذا انقفضت أسعار النفط في أعلى الأسعار إذا انقفضت أسعار النفط وشلون هم يقولون إذا وصلت للستين خمسة ستين من يقدر نطر رواتب الآن ديون وقروض ومصائب شلون رح يساوون إذا منطوا رواتب هؤلاء كيف سيخرجون إلى الشوارع طيب ما القوى هذه التي عينتوها هناك قوى جديدة ما هو في العراق في كل سنة أكثر من 800 ألف مواطن عراق يدخلون إلى سوق العمل خريجين كليات على ما همان تشاهش سويتون 200 جامعة أهلية وكلية أهلية ومؤسسات تخرج والذب الشارع وين دول يشوني وين يروحون يريدون تعيين يريدون يعيشون يريدون يعيشون يريدون يزوج يريدون معه يريدون ابن بيته يريدون يساعد أمه وأبوه يريدون يسافر يريدون يروح يأكل ويشرب ويطبب ويروح طبيب مين إذا رح يظاهرون ضدكم بدأت التظاهرات ستزداد هذه الضاءة تظاهرات لن تستطيعوا رح تطوهم كل المبلغ كل الموازنة وبعدي وين هاي مشاريعكم اللي تقولون بيها مؤسسات وجبنا وعقود ووقعنا الكثبها الكبيرة مين رح نسددون الفلوس انتوا لانا نوتكم عجز 48 مليار وعدكم ديون الله أعلم ما تقولون نشكت تضخم غلاء زيادة أسعار مستوى المعيشة مرتفع جدا جدا غير قادرين السوق يعني بضاع بضاع من شتى الأنواع لكن شراء ماكو الناس غير قادرة سياسة اقتصادية غير موجودة تصرفاتها وإدارة اقتصادية عقيمة وكسيحة إدارة سياسية عقيمة وكسيحة وعدها رؤية قاصرة طيب ماذا أنتم فاعلون إذن العراق ذاهب إلى تظاهرات هذا ما لها علاقة لأب سني ولا بشيعي ولا برضاع الحكوم ولا ما لها علاقة ولا بعملية سياسية لأنه أنتم فاشلين وصلت الناس إلى عنق الزجاجة الناس بعد العشرين سنة رح يقول لكم يلا هل أنتم وقدتونا وين الفلوس جيبوا الفلوس هذا النفط بالدستور ما لكم هذا الكسير تكتبون النفط يعني ملك الشعب العراقي ما هو ملك الشعب العراقي تقول للشعب العراقي وانتو شلون تحكمون اشتبنون لا عدكم مصانع لا عدكم خطط تنمية لا عدكم زراعة لا عدكم كل شيء انتهت كل اللي صالح الاقتصاد الإيراني إيراني يجب أن تزرع وتصنع العراق سوق مفتوحة والناس يجب أن تشتري تشتري المخضرات كل الإيراني والأدوات الكهربائية وكل شيء إيراني فالسوق مليان بهذا الشكل وانت ما تصنع شيء ولا تزرع شيء ولا عندك شيء ولا تنتج شيء ولا عندك قطع خاص شلون راح هاي الوطالة المرتفعة وين راح توديها شو راح تعالج الشباب وش راح تقول لهم صبرهم شو شو تزوي لهم فبالتالي ما بدأت بمجامع صغيرة وهي مو صغيرة الآن تتظاهر بالبغداد وبالذيقار بالناصرية ومعرف وينه وبالكوته وبالعماره ستعمل عراق كله وهذا واقع الحال فمن لا يصدق لي ينتظر والأيام القادمة ستثبت ذلك الناس تريد ان تعيش لا يستطيعون تعيين الجميع وصلوا الى التخمة مو التخمة فوق التخمة بكثير ترهل الآن الدوار اللي تحتاج مئة موظف بيها عشر تالاف يو عشر تالاف يجوز نص مليون موظف طيب شلون شرح ستساون حتى الميليشيات حتى العصابات لها حتى معين تأخذ من الناس وما تقدر بعد لان يرادلهم تسليح وفلوس وأكل ورواتب ومن يجيب حتى يسرقوا منعتهم وما ظلوا وعدهم فلوس فبالتالي الوضع سينفجر وينفجر بتظاهرات الخبز بتظاهرات المعيشة بتظاهرات التعيين وطلب الحياة وهذه ستفتح باب جهنم عليكم واقع الحال هذا هكذا هذه الرؤية أما ظلت تحكي لي بالطائفية وتحكي لي مدرب منه وإحنا كذا وإحنا تركها هذه لن تغني بشي بالتالي الإنسان يبحث عن حياته يبحث عن شي يديم حياته يخليه يكمل حياته ومسيرته ويزوج ويخلف وجهاله دخل المدرسة وروحوا المستشفى جيدة وشارع مبلط وحياة زينة ونظيفة وبيئة نظيفة هذا كل ما موجود وخدمات فالوضع هذه صورته صورة سوداء وقاتمة والشعب العراقي سيكون هو الطرف الفاعل الأول والأخير في كل هذه القضايا وسينهي هذا الموضوع أترككم بخير أعزائي المشاهدين وقت هذه الحلقة قد انتهى ألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة